يوم جديد يسطره الغزاويون في تاريخ نضالهم السلمي يخطونه بالدم والإصرار من أجل العودة وكسر الحصار شرق غزة جزء من فسيفساء صورة نضالية تتقاطع خيوطها وترسم حكاية شعب يقتلع من أرضه فيزداد تجذرا فيها يوما بعد يوم لو حتى آخر نقطة الدم سندافع عن أرضنا وعن بلدنا والقدس إنا وإحنا منأكده هو إيش بقاومنا بإسلام إحنا لكن منقاومه بحجر ما منخاف من الرساسه ولا منغازه هذه الأرض أرضنا وإحنا مستمرين نغم دمائنا للإصارة تنير إلينا الطريق حنضل جايين بنوصل الإصارة الإسرائيليين أنه ترسنتهم العسكرية وأسلحتهم وحصنهم الموجودة كلها وراء السواتر هذه لا بتهمنا ولا بتخوفنا ولا بتزرع فينا ذرة من الخوف يرتقي منهم شهيدا من يرتقي ويسقط جريحا من يسقط لكن لا حواجز الاحتلال ولا حتى رصاصه يمكن أن يوقف مسيرات العودة هنا سلك إسرائيل الشائك لا يأبه به أي من الغزويين وهناك طائرة ورقية قضت مضاجع الإسرائيليين لا بد أن يرفع الحصار الظالم على شعبنا ولا بد أن توقف صفقة القرن وأن تنتهي كل المشاريع التصفوية ولا بد أن نحقق حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين مسيرات العودة الكبرى بلا سقف زمني وحدودها محددة بتطبيق حق العودة حق يؤكد الفلسطيني أنه لن يتنازل عنه مهما يطول الزمان جمعة النذيري ينذر الفلسطيني لاحتلال ويؤكد له أن ذاكرته لن تنسى أن حق العودة ليس حلما وليس وهما وجمعة اليوم هي خطوة إعداد واستعداد لأم المسيرات في ذكرى أم النكبات لانا شهين غزة آل ما يدين